حالة من التفاؤل وسط الفلاحين عقب الأمطار المهمة التي تهاتلت بالنظر إلى ارتباط الفلاحة المغربية بأزيد من 80% من المساحات المزروعة البورية الحمد لله على هذا النعمل الذي اعطانا الله سبحانه وتعالى على هذا الشتاء بغاية هذا الوقت بزاف لأن الأرض كانت شوية ناشفة والناس كانت قاسعة في القلب دياله والناس تبشرات والأرض تحلات والزرع مزيان اللهم لك الحمد على فضل الله خيرات تبارك الله الحمد لله مزيانة السقوية والبورية مزيانة الفلاح حرام ناشطي الحمد لله ونطلبهم لله ان شاء الله كل خير ان شاء الله مولادي بش 15 يوم والعشر يوم والشهر ان شاء الله فلاحة يعودوا يدعموا شوية ما تشترى فشتايا كل خير التساقطات المطارية في هذا الوقت بالذات أنعشت الأرض مما سيؤدي إلى نمو المزروعات الخريفية الليالي ان شاء الله يقول فيها الارواة في هذا الوقت يقولوا احنا الفلاحة جدودنا وليدنا عشرة في الليالي حملة الحمد لله كل شيء يجيب للخير ولا البهائم ولا الفلاحة ولا اي حاجة وان شاء الله كان طلبوا الله هذا الليالي رأي زينه وجهت في المفصل ديالها هذه الليالي ديال لا دخلت وعشتيني يوم لولا ديالي كل هم سواء بكرية والحمد لله ان شاء الله إلى السهل سيدة ربي وزياب الصب مزيان ديمة كل اعلام ان شاء الله زين إلى السهل الله التساقطات المطارية ألقظت الموسم الزراعي وبشكل خاص قطاع الماشية الذي يعتمد عليه قسم كبير من الفاعلين التأثير الإيجابي على المراعي من شأنه تقليص الاعتماد عن الألف في حالة تهاطر الأمطار في الأسبوعين المقبلين بشكل يتوافقه مع حاجيات الأرض إلى الماء سيدفع إلى نمو النباتات الخريفية ويعزز من جودتها خاصة وأن الأرض لا تزال تحتفظ بخصوصها ترجمة نانسي قنقر